الصراعات اللي ما بين الطرفين لها شقين أول شق شقة هكلم الزوج لازم يبقى فيه تأدب في الكلام مع الأهل الزوج بكلم الزوج لازم تكلمي أهل زوج بأدب محدش يبقى فيه أعداد غلطة وغلطة لا 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 يعني ما يطلعش منك العيبة ما يتقعدش مجلس من مجالس ويتم تغلطك فيه بس ممنوع انك تردخل اللي بيتقال ممنوع انك تعمل صراع وكذا ومشكلة والناس تيجي والجيران تتلام لا واسمعي كمان ايه ليازدي الزوج عشان خطري ممنوع تبادل الأدوار أرجوكي ما تاخدش دور مش دورك ما تاخدش دور زوجك يعني ايه يعني ما تيجي تتكلمي تتكلمي بأدب بدون ما تغلطي في حد والشق الثاني زوجك اللي يتولى الرد وتحديد المواقف بلاش تبادل الأدوار مع زوجك في الأمر ده وتقوم انت بدور اللي هو المفروض في الردود لا وتحديد المواقف كل واحد يقوم بدور هو يقوم بدور لا والله زوجتي كذا لا كذا ممكن تيجي تساعدكم ممكن تعمل يوم هي أكلة وتنزلها ممكن كذا لكن أنا دايما دايما بعمل تحديد هي بأمال جابت البتجاز ليه وجابت الحاجة ليه وعمل شاقتها ليه يا جماعة الزوجة بتحب تحب تحس ان هي ملكة في بيتها هي في شاقتها في حاجتها تعمل تساعد هي لقد تدور أمال هتدي خبرتها ازاي لما تبقى ناسخ منسوخ او ان هي تحت بالصخرة لا ما ينفعش طب لو حماتك مريضة دا لو مسلم دا لو مسلم طلب منك مساعدة هتساعدين دا لو مسلم طلب منك لا طبعا هنشلها على رأسنا وعلى كذا بالتحديد والله ليك سلاف يبقى أنا بنقسم قدي القامل أسبوع سبعة قدينا يومين ودي يومين قدي كده سدة ودي التالتة يومين هيتبقى يوم يتقسم مرة اليوم دا يبقى أنا أخذه في أول أسبوع وانت في تاني أسبوع وثالث أسبوع وهكذا دا العدل على عيني وعلى راسي ولا تقولي لا طب تخلوا عنها شي ليه هولك الأجر دي الأصيلة دي الطيب ليه حزبة لله في زوجك حبا لله في زوجك وده أول كلام اللي قلته ممكن تعملي كل الكلام دا منتكلم على الأمور اللي وصلت خلاص لمرحلة سد والدنيا فعلا بقت صعب جدا جدا انهم يكملوا بالشكل دا بس بشرط لحد يهينك ولا يحد يقولك لأ ما هنت يستقعملتي فده فرض بقى عليك للنهار هتعملي لا ما فيش الكلام دا خلاص طب لو انت تزوجت وسفرت وسبتها والله بتخير عايزة تروحي في بيت أهلك عايزة تعودي هنا فعش برضا تقعد في مكان بعيد لكن عايزة تعيشي في الاستقلال وتنزلي معاهم اللي ريحك والله راحت ونزلت ورتحت وما فيش مشاكل لا لقيت نفسها فيه أو الأم اللي تروح دايما قال له دا مراتك عمل دا مراتك ساوت دا بنتك عمل دا أخذ دا ابنك كذا دا مراتك هتموت العدم باز البيت باز البيت خلوا بالكم من الكلام دا خلوا بالكم من الكلام دا طيب